هل الأكسنت مهمة فعلا عشان تتعلم انجلش؟ اهلا بكم في اول حلقة في قناة 5 minute practice من المواضيع اللي انتشرت مؤخرا هي ان الأكسنت حاجة مهمة جدا عشان تبقى برينس في الانجلش يعني تشوف ده بيتكلم مشان رايح اخو الكورس بيعلم امريكان اكسنت وابتاع وهبقى برينس جدا والناس بقت شايفة ان الانجلش بقى عبارة عن اكسنت ان انت تبقى بتتكلم بالامريكان اكسنت بقى فانت شخص كول جدا وجامد جدا وبالتالي بقت تدور على الاماكن اللي بتدرس الامريكان اكسنت وبالتالي بقت الاماكن دي بقى بتستغل ده اكتر فتشوف المكان بيقول لك تعالى وهتعلم في كم شهر وهتتعلم بالامريكان اكسنت فانت بقى تنبه واو انا رايح احب اقول لك يا فاندم ان دي خدعة انها خدعة حقيقي انا وضح لك وجهة نظري في الموضوع ده اسمع معي كده لو انا جبت عشر اشخاص وقعدتهم قدامي وقلت لهم I want to drink some water تقريبا هتلاقي الناس كلها فهمت وش مش محتاجة يعني مين ما فهمش يعني انت ما فهمتش لو انت ما فهمتش فذاكر يعني لو هنبترض ان في حد مثلا مش عارف بعض معاني الكلمات يععم فيه تمانية فهمه فيه سبعة فهمه بس انا راح تقولت باقي ايه I wanna drink some water كام واحد من العشرة دولة تفهمه ثلاثة يا عم اربعة النسبة كام يعني انت اه روش جدا وانت بتتكلم بالاكسنت باو بتقول water وبقيت جامد بس في المقابل استفدت ايه لما الناس ما فهمتكش ما بقولش ان اللي بيتكلم باكسنت فهو ما بيتفهمش ولكن اللي اقصده ان الاكسنت مش اهم حاجة انت لما بتيجي تدهن قطك زي قط دي والله انا عشان ادهن القطة دي وعشان ادهن الحطة دي فانا كنت محتاج الاول امحر الحطة دي وبعد كده لو فيها ايه حاجة بقى ايه امعجانها وفي الاخر بقى اللون ده اضعه طيب افرد ان انا محطتش اللون دوت هيحصل حاجة اعود في القطة عادي بشكلها يعني مش هتبقى قد كده بس اكيد مش احسن ما تبقى على الطوب الاحمر دي حاجة الحاجة التانية بقى ودي الاهم ان ما ينفعش من غير ممحر ومن غير ممعجن ايه ادهن على طول فهي الاكسنت بالضبط زي الديهان الاكسنت اعتبر ان الاكسنت هي الديهان والله ما فيش اساس وفيه اكسنت يبقى اللي انت بتعمله ده ملقش لازمة فيه اكسنت وفيه اساس حلو جدا فيه اساس بس اكسنت هتيجي بعدين لكن ما ينفعش يكون تركيزك كله على الاكسنت طب انا هثبت لك تقول لي طب مع فرص الشغل بقى وعيزين نشتغل وابتاع والشغلات بتحب بقى الناس اللي معاها اكسنت وابتاع افتح اي job description على اي وظيفة يعني افتح كده الوصف بتاع اي وظيفة لو لقيت في وظيفة واحدة بس انهما محتاجين اكسنت غالبا يا عايزين حد يبقى voice over مثلا يا ام عايزين حد ممثل كل الشغلات يمطلوب فيها fluent في الانجليش بتتكلم بطلاقة وتبقى كويس في ال writing في الكتابة بقى وانك تقرأ وتتكلم مع الناس حاجات عدية skills عدية جدا مطلوبة علشان الشغل ولكن على الصعيد الاخر عشان بس ما حد شي فهم غلط انا ما بقولش ما تتعلمش انا بقول او بوضح ان الاكسنت مش مهمة لما تيجي تبدأ تتعلم انجليش والله انت بقيت كويس في الانجليش وعايز تتزود لنفسك فالاكسنت هي اكيد خطوة جميلة جدا ولكن ما مفعش تبقى لسه بتبتدي من الصفر وعايز تتعلم اكسنت اذا الخلاصة لو انت واحد بتبدأ لسه في الانجليش وعايز تتعلم الاول نصيحة شخصية لا تتكلمش في ال اكسنت كبر دماغك تعلم الاول الحاجات الاساسية سواء هتأخذ كورس او هتتعلم مع نفسك ال اكسنت ستأتي مع الوقت بتبتدي الاول تتعلم بقى انك تجمع كلمات بتبتدي تعرف ماذا الموجودة في الجرامر بتبتدي تجمعهم مع بعض وتحاول تتكلم مع الناس تحاول تشاهد اكسبرشنز تحاول تعرف الاديامز ما تتقال مع الوقت ستجد نفسك بتحاول تعرف الاختصارات تحاول تضم الكلام على بعض يعني بدلا ما تقول هتجد نفسك تقول واحدة واحدة هتجد المال بجر بعض واحدة ويتجد نفسك اكتسبت الاكسنت من غير ما تتحس لو انت شخص تعرف التكلم و تعبر وكل شيء تمام معك الاكسنت يخطوه جدا لك وفي فيديو الثاني هنتكلم ازاي تتعلم الاكسنت كويس جدا او ايه المصادر اللي ممكن تعملها او الطرق علشان تقدر تبراكتس وتبقى عندك الاكسنت اللي انت عايزها سواء بها امريكان اكسنت او بيرتش اكسنت بس ده كان فيديو النهاردة اتمنى اكون اعجبكم واستفدتم من القدر الامكان وهي في الاول في الاخر وجهات نظر وهسيبلكم في الديسكريبشن لينك لقناة احمد ابوزيد عمل فيها مناظرة هو وعمر عبد الرحيم بيتكلموا فيها عن الامريكان اكسنت وعن الاخسنت وعموما واهميتها ويعني كل واحد بيقول رأيه في الموضوع ده فهيخش على اللينك وشوفه ويسمع عرق مختلفة علشان ده سيفيدك انت عشان تقدر تتأكد بنفسك لو حبيب ان انت تعزز معلوماتك اكتر وقت وفي النهاية لو فيديو ده عاكبك ما تنساش تعمل لايك تسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوز اللي جاي ان شاء الله وطبعا تشير لصحابك بس سلام اشتركوا في القناة